البي بي سي ثاني والله يا جماعة ملهمش توبة انا بقول انا عارف انا 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 ادعي وازعم انه الناس دي فعلا لا يمكن ديل نقط عمره ما يتعدل مع احترامي للمثل بيقول بي بي سي بيقول الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون ينتقد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الرئيس المصري ما وصفه بتدهر حقوق الانسان في مصر لم يحدث اديكم شفته المؤتمر الصحفي الراجل بيقول بمنتهى على فكرة ماكرون في منتهى الادب كان بيتكلم بيقول احنا عارفين الرئيس بيعمل ايه والدولة فاتحة ديات ايه ومصري دي دولة مهمة جدا وعارفين المجهود الخرافي اللي بيبزل واحنا بنساعد في بعض الملاحظات الفردية اللي جات له يعني الناس اشتغل ولا عارفتهم على الرئيس ولا انتظر اجابة منه هو ده خلاص الكلام اللي قاله يعني الراجل ماكرون قال ايه قال كل اللي احنا قلناه رجعوها تاني الرئيس بيبزل مجهود خرافي في بناء مصر بيعمل شغل عمل في مواكد الارهاب وبيصنع صنيعا غير مسبوك وا 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 قعد يثني على الرئيس والف الاخر فيه بعض الحاجات الفردية في مجال حقوق الانسان والمدونين وغيره جات لي وانا عرضتها على الرئيس لما كان في فرنسا لكن الاستجابة مش زي ما كنتم تصور لان انا اقول لك باقتصار لان عندي قضاء من الموضوع المصيد يعني مش الرئيس هيرفع التليفون طلعوا فلان وحطوا فلان انا عندي مؤسسات يا ميستر ماكرو ولا يا ميسيو ماكرو زي فرنسا بالضبط النظام القضاء تقريبا واحد فانا بقول تاني انه الرئيس السيسي كان واضحا وكمان ماكرو كان فيه المؤتمر كان في غاية الادب يعني احنا بنوع بقى تلاقي الجزيرة بقى والبي بي سي والشارق هم مكملين النهاردة صهرة هيعملوا صهرة النهاردة يتكلم وقولك شفت ماكرو اليه شفت الرئيس اليه شفت هيكلموا لك الرئيس كان الرئيس كان بعصبي الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يكن عصبيا كان جريئا الرئيس لم يكن عصبيا بل كان حاسما الرئيس لم يكن عصبيا بل كان رئيس بيحترم الشعور الوطني المصري كان كلمات الرئيس ليست كلمات سياسية وانا كلمات جريئة من رجل جريء لا يخاف الا الله